يعنوين النشأ إطلاق نار مستقبلي على خطة الانتشار في الضحية الجنوبية فيصل كرام يطالب بخطة أمنية لترابلس مساوة بالضاحية لماذا لم يفكروا بخطة أمنية لترابلس تحاكي الخطة الأمنية التي تم أعدادها للضاحية الجربة يشترط حكومة انتقالية لحضور جونيفر 2 أهلا بكم على بعد ساعات ساعة من ساعة صفر تطبيق الخطة الأمنية في الضحية الجنوبية إطلاق نار مستقبلي على هذه الخطة بعدما انبرت الألسن للمطالبة بكف يد حزب الله عن الأمن الذاتي وتسليم الشؤون للشرعية اللبنانية سبب هذا الهجوم بحسب مفتي المستقبل أحمد فتفت أن هذه الخطة هي لتقسيم الجيش والقوى الأمنية على أساس أن حزب الله سيكون لديه الخيار بانتقاء ضباط وعناصر هذه القوى وعليه ما هو المطلوب تطبيقه في الضحية إذا كان الأمن الذاتي الحزبي مرفوضا وأيضا الأمن الشرعي ومن يحمي الضحية المستهدف أكثر من غيرها من المناطق بحسب كلام وزير الداخلية مروان شربل الذي أكد أنه بعد الانتشار لن يكون هناك أي ظهور حزبي أما ما بعد خطة الانتشار وتنفيذها فسيكون جزءا من كلام السيد حسن نصر الله مساء غد الاثنين وبعيدا عن الضحية وأمنها طار الرئيس ميشيل سليمان إلى نيويورك ذهر اليوم للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ولترأس اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان ويعقد سليمان لقاءة ثنائية أبرزها مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما والإيراني حسن روحاني والملك الأردني عبدالله الثاني والأمير القطري شيخ تميم بن حمد الثاني والأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون ورؤساء حكومات ووزراء خارجية أكد عضو كتلة المستقبل النيابية النائب محمد الحجار في اتصال مع برنامج الحدث أن الكتلة ستقاطع الجلسة التشعية غدا داعيا إلى وقف زرع بؤر التفجير السياسي لمنع التفجير الأمني نعم نعم مع الخطة الأمنية على أساس أنه يعني طبعا المفروض أنه لا يتبين معنا كيف الممارسة بدا تكون على الأرض يعني أنا يلفط نظري طبعا عملية هذا التعدد بالجهات وإن كدت كلها سوى ضمن الأجهزة الأمنية بس وإن كدت هذا التنوع بمعنى أن يكون الجيش والقوة الأمنة دي ولأول مرة ربما العام العام عم يكون موجود على الأرض هناك كثير من الأخاوين بسبب العديد يقال بأنه نتيجة العديد ألفين عنصر لضبط منطقة فيها كثافة سكانية كبيرة فيها أحياء كثيرة بسبب العدد يقال يعني هذا هو السبب الرئيس إذا كان هذا هو السبب طيب المشاكل اللي شهدناها من تفجيرات كمان شهدناها في مناطق أخرى من لبنان في الشمال مثلا هل ستلجأ الدولة إلى القيام إلى التبايع نفس الأسلوب وإلا فقط يكون هذا الأمر سيمارس بالضاعي بينما يكون هناك مناطق أخرى سيمارس أمر آخر عم بطرح هذا الأمر لأقول بأنه موضوع الأمن بالنهاية هو موضوع سياسي بمعنى أنه المعالجة يمكن المعالجة بطلوبة نعم ولا يجب أن تكون من قبل الأجر الأمنية الشرعية وحدة دون غيرها ولكن المعالجة الحقيقية هي بالمعالجة بالسياسي وكان نائب أحمد فاتفد قد رأى أن ما يجري الحديث عنه عن قوة خاصة مؤلفة من جيش وأمن عام وأمن داخلي تدخل إلى الضحية هو الأخطر وكأننا أصبحنا نخصص منطقة معينة بتوجه معين وهذا يعني أن حزب الله سيكون لديه الخيار بانتقاء الضباط والجنود والعناصر التي تدخل إلى الضحية وتابع إذا كان هذا الموضوع فعلي فهذا يعني أننا أمام شيء خطر لأنه يعني العودة إلى منطق تقسيم الجيش اللبناني والقوى الأمنية أي إلى منطق اللواء السادس والثاني والثامن وتمنى فتفت على رئيسي الجمهورية العماد ميشيل السيمان والحكومة ناجيب ميقاتي أي عيام خاطر وجود قوى أمنية لأي حزب أو أي طرف سياسي يمكنه أن يعطي رأيا سياسيا أو يضع فيتو على أي مشاركة أكد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أن انتشار القوى الشرعية في الضاحية الجنوبية سينهي الأمن الذاتي الذي نحن ضده مشيرا إلى أن الضاحية كسائر المناطق معرضة للخطر لكنها حاليا من شافي أكثر وأكد شربل للمستقبل وجود معطيات تدل على مخاطر تهدد الضاحية أكثر من غيرها وفي حديث لصحيفة شرق الأوسط أكد شربل أنه من المفترض أن يؤدي انتشار القوى الأمنية اللبنانية إلى إنهاء أي وجود مدني على الحواجز معتبرا أنه بمجرد تسلم القوى الأمنية مهمتها ستنكفئ كل العناصر الحزبية الأخرى ونفى شربل التنسيق مع حزب الله بشأن تنفيذ الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية باعتبار أنه لا لزوم للتباحث مع أي جهة حزبية في هذا الأمر النائب عماد الحوت يتحدث لبرنامج الحدث عن زيارته المملكة العربية السعودية مؤكدا أن المملكة تسعى لتخفيف الاحتقان وتعمل للحد من الانقسام بين اللبنانيين الملف اللبناني له بعدين بعد سياسي وبعد أمني وبالتالي البعد السياسي طبيعي أن يكون عند وزارة الخارجية وبالتالي أن يكون الأمير عبد العزيز بن عبد الله معني بهذا الموضوع والبعد الأمني أعتقد أنه بالنسبة للدول طبيعي أن يكون عند المخابرات والأمن وبالتالي أن يكون الأمير بندر معني فيه وبالتالي فيه تكامل بين الأمرين لكن نعم يبدو أنه فيما يتعلق بالملف اللبناني الأمير عبدالعزيز ووزارة الخارجية أصبحت أكثر انغيماسا فيه اللي لمسه في هذه الزيارة نعم أنه فيه الرغبة عند المملكة العربية السعودية أن يبقى التواصل بين اللبنانيين قائم حتى لا يتصل لحدة الأمور في البلاد إلى الانفجار تعبير اللي أنا سمعته أن المملكة لا تريد أن تتدخل بالشأن التفصيلي للحراك لكن أن يكون هناك حوار بين اللبنانيين نعم المملكة العربية السعودية دائمة لهذا الأمر قبل سفره إلى الأمم المتحدة أكد رئيس الجمهورية ميشيل السيمان عزمه على وضع كل ثقله مع الرئيس المكلف تمام سلام بعد العودة إلى بيروت من الزيارة التي تستغرق أسبوعا من أجل تأليف الحكومة العتيدة على قاعدة أن تكون سياسية ومن ثلاثة منات كما نقل عنه زواره لصحيفة النهار وقال الزوار أن تم تقتناعا في بعبد بأن الحكومة لا يمكن أن تتشكل على غير هذا النحو وأنها إذا لم تتوصل إلى نيل الثقة في مجلس النواب فسوف تتحول حكومة تصريف أعمال على غرار الحكومة الحالية المستقيلة ومن الأفضل بالتالي أن تتولى تصريف أعمال البلاد في هذه المرحلة الدقيقة والحافلة بالأختار حكومة وحدة تشارك فيها كل فئات الشعب اللبناني بدلا من حكومة تقتصر على لون سياسي واحد وأشار إلى أن لجنة البيان الوزري للحكومة العتيدة سيكون أمامها مهلة شهر لوضعه وفي التصور الذي بات معلوما أن تنعقد هيئة الحوار الوطني خلال هذه المهلة وأن تتفق على صيغة يتم اعتمادها في البيان الوزري للنقاط الخلافية لأسيما منها عقدة التوفيق بين المعادلة الثلاثية التي اعتمدتها الحكومات السابقة جيش وشعب ومقاومة وبين أعلان بعبدة ونقل الزوار أيضا عن أجواء بعبدة أن تأليف حكومة حيادية أو من لون سياسي واحد غير وارد لأن الموقف منها نهائي لدى حزب الله في حين أنه تمت مجالا للأخذ والرد في تأليف حكومة سياسية جامعة ولفت إلى أن موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لا يزال غير محسوم في هذا الشأن نقلت النهار عن أوصات الرئيس المكلف تمام سلام أنه على تنسيق وتوافق كاملين مع رئيس الجمهورية في شأن تأليف الحكومة وقالت الأوساط أن تشكيل الحكومة ملح اليوم أكثر من البارحة ولابد بعد عودة رئيس الجمهورية من خطوة حاسمة لهذا الموضوع ولفتت إلى أن المسألة ليست هل يتحمل الرئيس المكلف خطوة كهذه أم لا بل هل يتحمل لبنان المزيد من الانتظار والتأخير والمراوحة مضيفة حتى اليوم لا نرى غير تشنجات وشروط وتمسك بهذه الشروط متسائلة هل يتحمل الاقتصاد اللبناني بعد هل تتحمل أزمة اللاجئين السوريين التي تهدد بكارثة اجتماعية اقتصادية وأمنية لا يستطيع أحد التكهن بمدها فيصل كرامي يدعو لخطة أمنية في ترابلوس مماثلة لخطة الضحي وينتقد انتظار الطبقة السياسية لموافقة جعجع لبدء الحوار طالب وزير الرياضة فيصل كرامي بخطة أمنية لترابلوس مساواتا بالخطة الأمنية التي ستنفذ في الضحي ودعا إلى عقد طولة الحوار من دون انتظار قرار رئيس القوات اللبنانية سامير جعجع كلام كرامي جاء خلال مصالحة عائلية بين أهالي بلدتين دير انبوح وإزال في الضنية لماذا لم يفكروا بخطة أمنية لترابلوس تحاكي الخطة الأمنية التي تم أعدادها للضحية وهل ما حصل في طرابلوس أقل من ما حصل أخل خطورة مما حصل في الضحية أم أن هناك موانع نجهلها وصار من الضروري أن نعلم بها بالوقائع والأسماء أم أن المطلوب أن تبقى مدينة طرابلوس هذه المدينة ساحة أو مثل ما قلنا بالسابق أن تبقى هذه المدينة تنفيسة إن من حق الطرابلسيين أن يتساءلوا لماذا كلما طالبنا بإجراءات وتدابير أمنية تتطلب عديداً وصلاحيات أتتنا الأجوبة بأن العناصر غير متوفرة وبأن الصلاحيات بحاجة إلى غطاء من قوى الأمر الواقع وبالتالي فإن علينا أن نرضى بالموجود وفي موضوع الحوار رأى كرامي أن هذا الحوار بات رهينة موافقة جعجع أو عدم موافقته وكيف تسمح الطبقة السياسية الحاكمة والمسؤولة وكل المعنيين بالحوار بأن يكون سمير جعجع صاحب كلمة لها وزنها في هذا الأمر ومن هو جعجع عن جد من هو جعجع حتى يعطى هذه الهيلة وهي الأهمية ولا يعذروا جهلي وأتمنى أن يرسلوا لي ويرسلوا لكل اللبنانيين السيفي الخاص فيه حتى نستفيد من المعلومات اللي هن عندهم إياها ونحن ما عندنا إياها وفي الموضوع الحكومي رأى كرامي أنه من غير المقبول ولا المعقول أن يبقى البلد بلا حكومة ورأى أن الأمور هينة ولو فتحوا الدستور وقرأوا خمسة أسطر عن طريقة تشكيل الحكومات في لبنان لن تهينا من كل هذه المتاهة سقوط قذيفة على السفارة الروسية في دمشق والجربة يعلن مشاركة المعارضة في جونيف 2 في حال كان الهدف حكومة انتقالية بات يتكرر مشهد سقوط قذائف الهاون على أحياء من دمشق بشكل شبه يومي هذه المرة سقطت قذيفة هاون أطلقها مقاتلون معارضون على حرم السفارة الروسية في حي المزرعة وسط دمشق بحسب ما أفاد المرسد السوري لحقوق الإنسان فاستهداف هو الأول من نوعه منذ بدء النزاع السوري قبل أكثر من عامين في المقابل التناحر بين قوى المعارضة المسلحة في سوريا يبدو أنه مستمر جديده بحسب صحيفة الوطن السورية أن مقاتلي داعش دمروا مقر القيادة العامة للنصرة في منطقة الشدادة في الحسكة وسط اشتباكات عنيفة بين الطرفين وفي ريف حلب الشمالي تجددت الاشتباكات بين داعش والجيش الحرف الملكية غرب عزاز وأشارت معلومات صحفية إلى أن اشتباكات أخرى اندلعت بين داعش وجبهة النصرة في ريف اللاذقية سياسيا قال رئيس هيئة التنسيق الوطنية في المهجر هيثم منع في حديث تليفزيوني أن السوريا تحوي اليوم أكبر عدد من المقاتلين الإسلاميين في العالم وليس فقط في الشرق الأوسط داعيا كل من الجيش الحر والأتلاف السوري المعارض إلى تغيير استراتيجيتهما من ناحيته قال أحمد الجرب رئيس الاتلاف السوري المعارض في رسالة إلى مجلس الأمن أن الاتلاف سيحضر مؤتمر جنب 2 المقترح لإنهاء عامين ونصف العام من الصراع في سوريا إذا كان يهدف إلى تأسيس حكومة انتقالية بسلطات كاملة إيران وعلى لسان رئيسها حسن روحاني حذرت الغربيين من أي تدخل عسكري في سوريا الحليف الإقليمي الرئيس لطهران روحاني داع في خطاب القاه لمناسبة عبد عسكري في جنوب طهران إلى السياسة والحوار لإنهاء الحرب أهلا بكم جديد خمسة سوريين قتل منهم ثلاثة وجرح الآخران زعقا وغرقا في قب الياس ثلاثة سوريين هربوا من بلادهم طلبا لبعض الأمان لكن الموت كان بانتظارهم أثناء محاولة تحصيل لقمة العيش الثلاثة غرقوا في بئر يبلغ عمقه سبعة أمطار في أحر بساتين التفاح في بلدة قب الياس فيما تمكنت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني بمؤزرة الجيش من انتشال اثنين آخرين ما زال على قيد الحياة وفي التفاصيل فأن أحد الشبان المدعو غسان يوسف طاها يعمل في بستان التفاح وأثناء محاولته إصلاح صباب المياه في قعر البئر ولدى محاولته الخروج سقط إلى القعر محاولا الإمساك بشريط كهرباء أدى إلى سعقه عندها بدأت زوجته بالصراخ وصادف مرور أربعة شبان سوريين بالقرب من المكان صارع اثنان منهم لإنقاذ زميلهم الشاب لكن المحاولة انتهت بغرغ الشابيني أيضاً ولكن خارج البئر وبحسب المعلومات الأمنية فأن القتلى هم غسان يوسف طاها محمد ديب علوش وشخص ثالث من آل الحجار اعتصام فلسطيني البارد مستمر لليوم الثالث أمام الأونروا يستمر الاعتصام المفتوح الذي أعلنته الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية أمام مقار الأونروا في بيروت احتجاجاً على القرارات الجائرة التي تخذتها المديرة العامة للوكالة بإنهاء خطة الطوارئ لأبناء مخيم نهر البارد المنكوب العشرات من أبناء البارد باتوا ليلتهم الثانية في هذه الخيم فيما رفع آخرون اليافتات المطالبة بالتراجع عن القرارات الجائرة بوقف التقديمات ورحيل المديرة العامة للوكالة ما يريده أبناء المخيم هو توفير الأموال المطلوبة لخطة الطوارئ الإغاثية الشاملة لأبناء مخيم نهر البارد ولتوفير الأموال المطلوبة لاستكمال إعمار المخيم المطلوب من الأونروا أن تتراجع عن هذا القرار الظالم بخبر المديرة العامة نحن أعلننا الاعتصام المفتوح أمام مكتب لبنان وأعلننا الاعتصام بمكتب المنطقة في مدينة طرابلس وفي مخيم نهر البارد وشميع المخيمات هناك تطامن معنا المتحدثون باسم المعتصمين اعتبروا أن القرار سياسيا مطالبين بالعمل على توفير الأموال الضرورية لاستكمال عملية الأعمار في البارد أوضح المناسق الخاص لنشاطات الأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي أن اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان يعبر عن وحدة المجتمع الدولي إزاء دعم استقرار لبنان ومؤسساته لا سيما الجيش وحمايته وسياسة النائب النفس وأعلان بعبدة الذي يقول بتحييده عن صراعات المنطقة والأزمة السورية توقع بلامبلي أن تكون مجموعة الدعم الدولية للبنان عملية مستمرة وأن لا تقف عند حدود اجتماع نيويورك مشيرا إلى أن الاجتماع السياسي يشجع على تقديم الدعم المالي للبنان لكنه لا يتطرق إلى المبالغ التي يحتاجها ومؤكدا أن البحث في المبالغ المالية سيتم في اجتماع للدول المانحة ودول الجوار السوري يعقد في جونيف في الثلاثين من الشهر الحالي وأوضح بلامبلي أنه في لقاءاته مع قادة حزب الله في بيروت أثار مسألة إعلان بعبدة وخطورة عدم القبول به ذكرت وكالة السحافة الفرنسية قبل قليل أن قوات إسرائيلية بدأت بالدخول إلى المركز التجاري في نيروبي حيث لا تزال قوة من تنظيم حركة الشباب التابع للقاعدة تحتجز رهاء منذ بعد ظهر أمس وبحسب آخر المعلومات فأن المسلحين وضعوا أحزمة ناسفة على الرهائن لا تزال قوات الأمن الكينية تحاصر المركز التجاري وستجايت في نيروبي وقد عززت تواجدها بعناصر من النخبة من الجيش المركز حيث تحتجز مجموعة إسلامية عددا غير محدد من الرهائن غادة هجوم أوقع ما يزيد عن ستين قتيلا بينهم أوروبيون وأمريكيون وكنديون وأصيب أكثر من مئتين آخرين يعتقد أن الرعاية الأجانب هم المستهدفون بشكل مباشر هذا فيما يستمر إطلاق النار داخل المركز بعد نحو 24 ساعة على بدء الهجوم حركة الشباب الإسلامية الصومالية الموالية للقاعدة تبنت هذه العملية وقالت إنها انتقام من تدخل القوات الكينية في الصومال وزارة الداخلية الكينية أعلنت أن الطوابق العليا تم تأمينها وعزل المهاجمون في الطابق الأرضي وتحت الأرض وبحوزتهم عددا غير محدد من الرهائن الذين وضعت عليهم عبوات ناسفة في حين أعلن ضابط في الجيش أن العمل متواصل لكن لا يمكن تسريع الأمور نظرا لوجود رهائن مدنيين وزارة الداخلية قدرت عدد المهاجمين بين 10 إلى 15 شخصا ويعد هذا الهجوم الأعنف منذ الاعتداء الانتحاري الذي نفذه تنظيم القاعدة في آب من عام 98 ضد السفارة الأمريكية وأوقع نحو 200 قتيل وقد دخل الجيش الكنية الصومال عام 2011 ومزال منتشرا في جنوبها في إطار القوى الإفريقية التي تدعم الحكومة الصومالية شهد العراق أمس يوما داميا جديدا يضاف إلى أعمال القتل العشوائي التي تطال كل أوجه الحياة حيث قتل 92 شخصا في هجمات متفرقة بينهم 57 في بغداد في تفاصيل الهجمات قالت مصادر أمنية وطبية إن تفجيرا متزامنا لسيارتين مفخختين استهدف معزين في اليوم الثالث من مجلس عزاء في مدينة الصدر التي تسكنها غالبية شعية شرق بغداد وأكدت مصادر طبية رسمية مقتل 57 شخصا على الأقل وإصابة 128 بجروح وفي وقت سابق من يوم أمس قتل تسعة عناصر أمن بينهم أربع قضوا في هجوم نفذه خمسة انتحاريين ضد مقر أمني في محافظة صلاح الدين الرجل القوي في مصر عبد الفتاح السيسي وموقع الرئاسة المصرية في هذا التقرير للزميلة منعشماوي سمع الرئيس المعزول محمد مرسي عن تدين اللواء عبد الفتاح السيسي وحرصه على أداء الصلاة والفرائد فأتى به وزيرا للدفاع بعد أن كان السيسي يترأس المخابرات الحربية ليصبح الفريق أول عبد الفتاح السيسي أول وزير للدفاع بعد أن كان المنصب حكرا على المشير محمد حسين طنطاوي طوال أكثر من عشرين عاما إلا أن محمد مرسي لم يكن يخطر في باله يوما بأنه يحضر بيديه العفريت الذي سيساعد الشعب على صرفه وانتهائه من حكم مصر من سيترشح لمنصب رئيس الجمهورية؟ سؤال يسأله المصريون كل يوم إلا أن حمل تكمل جميلك وانتخب السيسي التي تريد تجميع أكبر قدر ممكن من التوقعات قبل انتهاء الدستور حتى ينزل السيسي مرشحا للرئاسة بناء على رغبة الجماهير ترى أن السيسي هو المرشح المحتمل الأوفر حظا في الوصول إلى المنصب رغم أن الفريق السيسي أكد أكثر من مرة على أنه لن يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة ولا يفكر في هذا المنصب أصلا سيادة الفريق نحن نطالبه بنقوله الشعب يأمرك والشعب يترجاك أن تكمل المسيرة لإعادة الهوية المصرية ما كانت كبطل وطني أنقذ البلد في فترة حالكة السواد أكبر بكثير جدا من أنه يبقى رئيس جمهورية القوى السياسية بالتأكيد كلها بتفضل في هذه المرحلة أن الوزير الدفاع منصب هام جدا ونحن في تحديات ومخاطر كبيرة ضد التنظيم الإرهابي العالمي التنظيم الدولي للإخوان ومن يدعمه من أمريكا وإسرائيل ومن يدعمه من دول زي قطر وزي تركيا في إطار هذا الدفاع بنطالب أن الجيش يستمر في هذا الدور وأن يبقى دوره الأساسي سيناريوهات مستقبل السيسي في مصر تحمل المشكلات في كل أطروحاتها فإذا جاء السيسي رئيسا للبلاد سيرفض ذلك الثوريون وأغلب الأحزاب المصرية ولن تستقر البلاد وإذا استمر السيسي وزيرا للدفاع فأي رئيس هذا الذي سيأمن على كرسيه أو حتى على حرية اتخاذ قراراته ومواقفه بعيدا عن السيسي من المحتمل جدا جدا أن تدفع اللقبة السياسية خلال الفترة القادمة بوجه جديد قوي يستطيع أن يقف كتفا بكتف مع الفريق السيسي أما السيناريو الثالث فهو يطرح بدهاء تدخل الفريق السيسي في طرح مرشح للرئاسة قد يكون من المؤسسة العسكرية أو حتى على وفاق يجعل مساحة العلاقة بينه وبين السيسي تسمح بأي تدخل من قبل المؤسسة العسكرية ووزير الدفاع وربما نائب الرئيس في المستقبل في كل شاردة وواردة تمر من مكتب سيادة الرئيس لمكتب سيادة وزير الدفاع تطالب الأحزاب السياسية على اختلاف انتماءاتها بأن تكون الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية تفاديا لكثير من الأخطاء التي وقعت بها مصر في الماضي إلا أنه يبقى سؤال مهم من هو الرئيس القادم لمصر الذي يستطيع أن يخطف من السيسي شعبيته الجارفة ويمضي في مدة ولايته الأربع سنوات حتى النهاية منعش مويا الجديد من القاهرة في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها كان في النشرة إطلاق نار مستقبلي على خطة الانتشار في الضحية الجنوبية فيصل كرامي يطالب بخطة أمنية لطرابلس مساواتا بالضحية لماذا لم يفكروا بخطة أمنية لطرابلس تحاكي الخطة الأمنية التي تم أعدادها للضحية الجربة يشترط حكومة انتقالية لحضور جونيف 2 شكرا للمتابعة دمتم بألف خير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر